الله أكبر الله الله أكبر الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا رحم الراحمين اللهم آمين عباد الله وصيكم نفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته فإن تقوى الله عز وجل هي رأس الأمر كله وأحذركم نفسي أولا عن مخالفة أمره ونهيه فإن معصيته عز وجل هي أساس البلاء كله ونعوذ به سبحانه وتعالى من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المسركون ثم أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أعلم بالحكمة الحسنة والموعظة الحكمة والموعظة حكمة هو أن تستخدم الواقع الحق في التحدث مع الناس موعظة الحسنة والموعظة حسنة موعظة حسنة عليه الصلاة والسلام أخذ محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأباء والمرسلين أخذ الناس إلى الله لأن يؤمن فيه وقط فيه وأن يؤمن فيه وقط فيه وقط فيه وإسلام الذي كانت أخذت إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليس كذلك على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال الناس لتعلم لتعلم في الله و لتعلم 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 فقط الآن هذا التعلم إلى الله يأخذ الكثير لا يوجد موجودة 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 مجموعة يتحرك إلى كل مجموعة كل مرة تستطيع تحضر أشياء كثيرا موجودة إلى الوقت لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة وقفته كان لديه مدرسة مجرد لا يوجد مدرسة الآن لذا إذا أردت أن تتحدث تتحدث إلى الناس عن اللات والعزة سيبدأ ماذا تتحدث عنك؟ إذا كنت تتحدث عن أثياء ثم تتحدث عن الله تحتاج مننا أولا لتتحدث المساعدة 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 ماذا تتحدث عنه؟ بعد أن نتحدث أن الله وكما تتحدث لا إله إلا هو نحن إلى المساعدة لذلك يجب أن يأخذ مختلفة مختلفة مقارنة الآن نحن 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 حيث أن إنه ممتاز لكن الحمد للعرب العالمين كان هناك ممتاز فيها ونحن بذلك ما يحدث في البلسطين في غازة في البنك طريق بطريقة ربق المدير المنزل 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 سيحن الربحة سيحن خلال أي مجنشة فقط اليوم خلال من أول قصر القز للقز دون الجنس يريد المنزل لإنقاذ المنزلات يريدهم أن يكون قد يتعلق عن المنزلات المنزلات حدث في المنزل المنزل يمكن أن يحدث بين الناس لكن المشكل هو الطريق الذي تقوم المنزل مرحبا لا أحتاج لتحدث معكم عن ما يحدث كل人 يعرف عن هذا كل人 يرى في المنزل وقرأ في المنزل لا يوجد لتعلم كيف حدث لكن واحد هو جدا يتعلق المنزل لا يوجد أي المنزل لا يوجد المنزل لا يوجد المنزل نحن نحن المنزل المنزل وما نتنياهو قال عندما احسن ما يقول ما يقول ما يقول من الراحة التوراة يتكلم عن كيف تقتل العماليق تقتل هم تقتل المنزل تقتل المنزل تقتل المنزل المنزل تقتل المنزل 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 تقتل مرحبا لأن المنزل لذلك يريد أن يساعد المنزل 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 ومع المنزل المنزل يحتاج منهم أن تكتب على المنزل تقتل المنزل على البدر ومع المنزل لا اثيق مجموعة مجموعة الآن كيف الناس المنزل تقل تقل المنزل ومع نفسهم ومع تقل ومع تقل الوحيد الله سبحان وطع يستمر يقول إن الله وإن الله راجعون إن مرحب و يمكن الكثير الناس لكي تفكر ماذا يوجد هذا المساعدة هذه المساعدة؟ يجب أن يكون القرآن لقد بدأت بكثير وكثير عن القرآن وكما أكثر الناس يتكلم عن القرآن أكثر إن شاء الله رب العالمين سيجد الحقيقة لذلك أقول أن هذا هو مجموعة لنا لكي تتكلم عن قرآن المساعدة في الإسلام لا يوجد قرآن المساعدة في المساعدة التي تتكلم عن الآن وكذلك تتكلم عن الإسرائيلين في كل شيء وهذا ليس ما أقول هذا ما كل الناس يتكلم عن القرآن يتكلم عن القرآن لا يتكلم عن أي شيء لذلك كيف يتكلم عن القرآن؟ الآن تتكلم عن القرآن الإسلام هو موضوع قرآن وأنا أريد أن تتكلم عن حقوقات المساعدة القرآن هل تتكلم عن القرآن؟ هل تتكلم عن قرآن عندما تتكلم عن القرآن أن تذهب إلى قرآن كما تريد؟ كما تريد؟ كما تريد؟ كما تريد؟ أو هل تتكلم عن القرآن الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قرآن في الكثير من حديث أنه عندما يستخدم لتتكلم عن قرآن أو أمير أو قرآن يستخدم أن يتكلم عن بعض الأشياء قرآن في حديث في أحد حديث لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا وفي أخر حديث ولا تقطعوا شجرة لذلك بسبب هذا هناك بعض الأشياء تتكلم عن القرآن في الإسلام أولا لا تقتلوا أجد من ولا تقتلوا شيخا رحمكم الله لا تقتلوا أجدين أو أجدين لا تقتلوا أجدين لأنهم لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوا الأشياء ويقوموا في غازة يقولون أنهم يذهب إلى المنزل بسرعة الأشياء ويقوموا بسرعة هؤلاء يقوموا بسرعة هؤلاء 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 يقوموا بسرعة لذلك في الإسلام لا تقتلوا لا تقتلوا لتقتلوا بسرعة لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوا أو تقتلوا الأشياء لا تقتلوا لا تقتلوا من المنزل حظة لا تقتلوا لا تقتلوا الناس الذين يقوموا لهم للمشاعة المنزل هذا من مختلف حديث دعوهم وما حبثوا أنفسهم له ستجدوا الناس تقوموا في المشاعة تقوموا لا تقتلوا هنا الآن شخص يقول هذا هي تصوير لا، ليس تصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم في واحد قتل بعد التلقى كانت خارج كانت ترقى ترقى ما حدث لذلك رأى شخص شخص موت موت في التلقى قالت من تلقى هنا من تلقى هذه شخص يريد أن يجب أن يتأكد أن الناس يتحرك بهذه الرئيس ليس فقط أن يضعهم الرئيسية ونذهب وفعل كل ما تريد ما كان لها أن تقاتل لها لم يتحرك لذلك الرئيسية لذلك الرئيسية ليس لتقتل الناس لذلك الرئيسية لذلك الرئيسية هو إلا أن تتحرك أو أن تتحرك الناس عندما يتحرك ويسرحون إلى الأشياء التي تتحركهم من تستمعوا الحق ويسرحون إذا كان هذا حقا فالتقتل ليس لتقتل ويسرحون ويسرحون مختلف من كيف ليس فقط إسرائيل إسرائيل وإنما الناس يتحرك العالم نحن 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 في نغازاكي وفي هوروشيما في الثاني ويسرحون حيث يقولون أنه لم يتحرك جيبان لقد مستحرك من المتحرك لكن لبعض المعارضة لأنهم أردوا إسرائيل للقراء الشرحون والأموال 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 حسنا نريد أن نعلم لهم أننا لدينا مدل حسنا حسنا حتى الآن الناس بعض الناس تتبعون كل عام because of the impact of the nuclear attack happened. And we know what happened in the second war, in the first war, in Vietnam war, in Iraq war, in Afghanistan war. So people are conducting the war with no limits. But we do believe in Allah subhanahu wa ta'ala. We do believe that Allah will hold us accountable in the day of judgment for whatever we are doing. We answer to Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala will ask us about this. So we will be responsible about everything we are doing even the way we are dealing with the enemy. وَلَا جِرْمَنَّكُمْ سَرْآنُوا قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ Even if you have some hatred or animosity with an enemy, don't let this prevent you from establishing justice. Be fair and establish justice. And part of the fairness is to conduct the war based on these parameters. Now when we draw this to people, okay, here are the war effects in Islam and look what's happening nowadays, you are causing people to think and this is another way through which we can call people to Islam. It's a very sad example, but always whenever there is a challenge and there is a challenge now, inshallah, let's change this challenge to an opportunity. Let's try to change it to an occasion where inshallah, will benefit people and benefit humanity at large. Because when people are guided by these ethics, inshallah, people will not suffer the atrocity and the unmerciful war and 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 international relations. Muslims in the past governed the world for centuries till the beginning maybe of the 20th century. No world war occurred throughout that history. If you add the times of fighting that happened during Muslim era, compare it to one war in Europe, حرب المائة عام, the hundred year war, the third year war, unbelievable. And then came the concept of the world war, the first war and the second war. Happened after removing Islam from the political arena. So you can imagine the international peace, the entire world witnessed when Islam was there. and you can compare this to what happened after Islam was removed from the political arena. This is a way we can use, we can explain, we can introduce Islam to people. and thus, we continue carrying Islam in a very relevant way. And this is part of our responsibility. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he will make us from among those who who are listening to the word. فيتبعون أحسن أقول قولي هذا أصغفر الله لي ولكم فاستغفروه أنه يغفر دونه بجميع الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أن هدانا للإسلام الحمد لله رب العالمين ذاته قادر أصل إسلام ولكن مع الإسلام يأتي المساعدات ومساعداتنا هي دو مقاعدات أحد مقاعدات مقاعدات لنفسنا يأخذ من نفسنا يأخذ من أمنا ومقاعدات أخر مقاعدات مقاعدات لنفسنا الإسلام لم يتحرك لتكون محاولة مؤسسة للأراب إذا كانت كبيرة مننا لن يكون مسلمين الآن الإسلام أصبح مقاعدات الإسلام ليس مقاعدات لتكون مقاعدات إلى السبب لذلك لن يكون مقاعدات ولماذا يجب أن نتعرف عن الإسلام إذا كانت مقاعدات 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 الإسلام. يجب أن نفعل بهذه الطريقة. الآن، نحن نحن كمسلمين نحن 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 نفعل بطريقة مختلفة بسبب بعض الأحكام شرعية ومقاعدة الهدف ومقاعدة بعض الأحكام الناس ولكن في الوصول نحن نحن حتى نحن 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 نرى الناس يأتي إلى الصلاة الحمد للعرب العنمين ماشاء الله جيد ولكن في الوقت لا يوجد مشكلة في ألخوال أو يتحرك مع ربا أو يتحرك ألخوال أو يتحرك أو استغفر الله يتحرك في حرام عدد عدد أو لا يتحرك الإسلام درس كود أو يتحرك الناس على الناس يتحرك الناس الراس أنا أراب لا أنا أرس كرد ونحن نحن لأن هذا لا يحدث في غازا نعرف ما يحدث في سودان في سودان ب전에 جميعا يكون أولا سورا سودان الناس الناس يتحرك الناس 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 ونحن تقتلوا منهم. نعلم هذا. يحدث. هذا هو أحد من الضوء نحن نقل في عندما نتحدث مع الناس عن الإسلام. لأنني أسمع الكثير من الناس يقول إن هذا الإسلام، لذلك لماذا لا تقوم بحقًا؟ إذا لم نقوم بحقًا 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 سنعطينا بحقًا بحقًا سنقوم بحقًا بحقًا من الإسلام وهذا لا يجب أن يكون حقًا لذلك نقوم بحقًا لله سبحانه وتعالى بأنه سيعطينا ما يحتاجه لكي نتعلم عن حكم سرعي نتعلم عن الإسلام نتعلم، نتعلم عن الإسلام في حياتنا ونأخذ هذه المساعدة لتصلح إلى الناس لكي نقوم بحقًا بحقًا لذلك ربما إن شاء الله الناس سيكون حقًا ويكون حقًا بحقًا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حمد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أن تخير من زكاها رب العالمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يصلتها وقذيتها رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا اللهم رب العالمين إله المستضعفين ارفع مقتك وغضبك عننا وارفع الظلم عن المظلومين واجبر عثرات المكلومين وكن معهم رب العالمين ولا تكن عليهم اللهم رب العالمين ردنا إلى دينك ردا جميلا ولا تبكي فينا خائنا ولا عميلا اللهم رب العالمين هذه أمتك هذه أمتك نحن عبيدك وأبناء عبيدك اللهم رحمتك علينا رب العالمين وعلى الجميع رب العالمين رب العالمين رب الله إن الله يأمر بالعذر والإحسان وإتاءة القربة وإنها عن الفحشاء والمنكر يعذكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاة الجمعة ورحمكم الله وعكوم السلام اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة